بص أنا مقدر إن أهمك بس لازم تعرف إن كل إنسان له احتياجات بعدين يعني أنا بقول لك كده يعني علشان يعني تديني مساحتي بدي أدهلك إزاي مساحتك دي بقى يعني يا رضا يعني تخلي في عينك حصوة ملح يعني يا الله الخلفة دي برضو محتاجة على طول عشان تعارف بص لما تجبر تفهم الكلام ده أنت أنت بتدخن في تفاصيلك ليه؟ أنت تدخن في تفاصيلك ليه؟ يا عم أنا مش عايز أعرف يا عم يا عم أنا بقول لك بس عشان تصوتي ما يخدكش ليه يا عم وفيل بيتجوز؟ ألعب عليك يا عم أنت بتقل بي يا ليه؟ ده أنا شهر ليل يا أستا خلاص بقى مساحتي الفيديو طب يلا خش وحفر معا وصيب بقى الزفت ده أحفر يا عم بس ما زعلش نفسك أو كده لا رب أنا ما يجيب زعل ولا حاجة أنت حالهم طلعنا لايف وانت يعني شاف الصفحة بتاعت علام وديل الأمن؟ ده كلها عال سرساجية وحبساجية طب يلا يلا خش ماشي يا عم وصيب بقول لك إيه؟ شكلك وانت بتسلم نفسك في الفيديو حوار وحات أمك طالع حين؟ طب الله يا بص كده ولا لو حد لمح الفيديو ده حزع عليك يا عم حد يلمح مني انت مجنون احفر بس يا عم من القيادة لنقطة 27 هل تسمعوني؟ هشتمو طيب ده ولا إيه؟ يا كامل سيبوه من اللي هو عايزه يا كامل لو حد سمع يا ده قيادة قدوا على هده عقلي أيوة يا غريب أنا بس كنت عايز أوصيكم وصية لو خدت رصاصة من أي حتة يا ريت تحرقوا جثتي وانت هتاخد رصاصة لي يا غريب يا حبيبي؟ حاسس إنها قربت يا إيه دي اللي قربت؟ النهاية النهاية قربت غريب وما في حاجة بتحصل عندك؟ لا مفيش حاجة بتحصل أنا عايزكم تفتكروني عايزكم تحكوا للناس حجايتي عايزكم تقولونهم غريب كان إنسان غريب كان جدع غريب كان كان غفير كان واحد قاعد في كوشك ما بيطلعش منه أساساً عشان الصابة لاخد غصاصة ولا حتى الكعبل هو ماشي شكراً بس على فكرة أنا ما طلبتش حاجة صعبة يعني يا ابن مال إيه حرقوا جثتي دي؟ ما أهلك ما أهلك يبقى يحرقوك يا غريب وإحنا مالنا يكشي تولعوا أنتو اللي تنفيهم واحد اللي أنتو متعرفوهوش إن أنا ما عنديش أهل طب حاضر يا غريب هنوبقى أنحرقك حاضر حاضر يا بابا ما تقلقش والرماض مالو الرماض بالله عليكم تدفنوه جنب أمي في دمانهور طب مادام كده كده هتدفن يبقى لي نحرقك؟ ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية انتو مش قلت ملكش أهل ومال مين الفيد منهور؟ الأهل مش بالنسب يا هكامل بيه الأهل بالنسب اللي حواليك الناس اللي انت بيه بس 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 هروح هقتله ونحرقه ونخوص منه يا سعيد مش عارف اشتغل مش عارف يا عمه دا بقى هيا دا خده على قد عقله غريب حضر يا حبيبي هنحرقك يا بابا ما تلقش روح بقى الله يحرقك تعالي يا وليدي يا حبيبي تعالي يا حبيب مام هتقعد معي بقى هنا لغاية ما نخلص شغل روح مع بعض كان عنده واحد صاحبه قريب من هنا قلت له فوت علي عشان يقعد معي بعدين روح مع بعض بدل مايروح لوحده ويقعد على اللبه ما يذاكرش هاجبلك حاجة تشربها اه سلم على طن تناردين هاجبلك اللبه اللي بتحب بطره 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 انت صورتيني؟ لا دا انا بشوف موديل ما كانت تتتبع علي ممكن اشوف الصورة؟ ايه انا بشوف السنت تعالي لحظ على فكرة يا عيب اول انت عملته دا لو عايت تصوري ممكن تستأذن عادي انا حمسح الصور وليد انا فهم انت حاسس بايه انا كنت اقدك وفهماك بس لما تحب تصور حد لازم تستأذن بص انا حليك تصورني عادي اذا عادي؟ وانا واقفة وبصى لك طيب تمام بس بسرعة قبل امه ما تيجي وليني بقى كده؟ يارب بتكون متلاف تصور انا في الاساس فوتوغرافر تجد؟ برضو؟ ايه دا؟ مسحة بسرعة مسحة بسرعة مسحة بسرعة تفضل يا حبيبي الله هاد بقى دخلك الباسورد ها عشان غيروه من اسبوع ايه دا؟ انت يا استاذة انا عفهمك والله انت ليه وقفة متقصعة كده؟ هو اللي صورني من دهري قلتولي يمسح الصور ويصورني صورة عادية انت ليه تخليه صورك صورة عادية او مش عادية؟ انا بس كنت عايزة اعلمه ازاي تعمل مع الناس ايش حال لو ما كنتش مفطاماكي وايلالك؟ الولا مش مستحمل وعلتكة انا قلتولي يصورني صورة عادية كنت متوقعة ايه؟ خيالك قالك حيعمل ايه بصورة زي دي؟ دا مش حينام اسبوع عليها حتى لو ما ساحتام التليفون حمسحة من خياله ازاي؟ انا اسفة واللهي هو اللي كان مصمم يصورني قلتولي لو عايز صورني صورني لو بيحب التصوير لا يا حبيبتي هو ما بيحبش التصوير هو بيحب حاجات تانية هو ليه اساسا بيصورك انتي متجيش حاجة جنبي منا منا مين؟ منا دي صاحبته دا محيط دراع منا قد وسطك منا دي فرصة اوتكة اللي عنده صور منا مش محتاج حاجة منك ازاي تكريمي على الستات كده قدام ابنك خد يا حبيبي امسح صورتها هي صورتها مفاش حاجة على فكر بس امسحها احطياطي في ناس مريضة ماناش دعا بيهم نبعد عنهم ما نخلهمش نسيطروا علينا روحوا عقود بعيد اتنين كيلو الورا بعيد وما اسمحش صوتك امسح الصورة وقفة متقصعة وحطة يدك في وسطك ده احنا لو ازناك تطلع كلك على بعضك اربعة كيلو ونص اردتش؟ قلتلك ما تركزش مع ايه ايه بانت كده موقفك ضعيف ليه بقى يا ساتي الخبير؟ يا ابني المسجد دي عالم عالم ولو قوانين واللي ما يعرفهاش بيخسر كتير تغلبان قوي طب طب تفاهمني طيب انا لازم عرف كل حاجة بالتفصيل عشان فهمك قلتلها هاي انا كامل وروحت عملت لها قاد على الاستاجرام وبعد كده قلتلها احنا ممكن نكل حاجة بعض الصبحي نشرب حاجة وكده بس مردتش علي ببص بالفص Juks مبدئياً لما تبعت لوحدة damals لازم تحسب هي ردت عليك بعد قدية قالت لك هي بعد قدية ثلاث دقائق كتير يمكن مشغولة الناس وهي في الشغل بتبص على موبايلها كل تلاتين ثانية فهي أكيد بصت وقررت إن هي تأجيلك حوالي مية وتمانين ثانية ده غير بقى إن هي مردتش أنا قلت لها تخرجه يمكن بتفكر إن ردين دي شكلها بيت فكة وأوبن مايند ومتعودة على خروجه الصحبية وبتاع فكون إن هي مردتش عليك في خلال دقيقتين تلاتة يبقى هي كده مش واسق إن هي عايزاك أو يمكن بتتقل لأ بتتقل دي لو في بينكو مثلا كلام سابق أو باين من إنستجرامك إنك وايت جامد ومقطع السمكة وديلها وواثق إن هي هتجيلك إنما أنت باين من إنستجرامك كأنك عيل فاشل وكل صورك للسماء وقطة الشارع وبتاع وحتى البروفايل بتاعتك إنت لازق وشك في الكاميرا ومنخيلك قد كده وشانبك بازس فين ده؟ فين ده يا عم إنتا فين ده اللي انت بتقول عليه ده؟ فين ده؟ مريد؟ دي؟ دي صورة واحد مطلوب القبض عليه دي مش صورة بروفايل دي؟ طبعا ما ليه إنجز؟ لازم تباني جامد يا كامل دي حتى ما عملتلكش سين من نقطة مراقبة 27 لسقر هل تسمعني؟ من سقر النقطة 27 أسمعك بوضوح آآ طيب أنيسة ناردين ممكن بعد إذنك تبصي على إن بوكس الإنستجرام؟ يا ريت، يا ريت لو تبصي دلوقتي بس عشان أستاذ كامل مستنى يرد حضرتك تقولي له يا صحيح ده، يا فريد، يا فريد قوله أستاذ كامل أوكي أستاذ كامل بيشكرك وبيقولك التفاصيل إن بوكس ها؟ شفت؟ بسيطة بكرة الصبح بقى نسحة، نتشيك، نتبرفن، وننزل نقبلها في مكانين للزوز أيو أيو أيو، بس مش حايف نروح فين ممكن نروح مكان همدي طحفة ثانية واحدة، أنت ليه بتقول نلبس وننزل ونروح؟ مجازاً يعني صح؟ لا مجازاً إيه؟ وإحنا مش نروح مع بعض نروح مع بعض فيه؟ يا ابني أنا مش لسه مزبط لك الموضوع دلوقت أيوة، تيجي معنا ليه تاني برضو يعني مش فيه؟ يعني أنا عمل لك كل ده عشان تديني كده؟ أنت مش متجوز يا ابني؟ أيوة، ايه مشكلة يعني؟ اللي بيتة حلوة، أنه نروح ننبسط معها ونخرج ونرجع أنت فكرة يا سعدية؟ إيه القرف ده؟ إيه اللي أوحالك أصلاً أني بفكر نشوفها جماعة؟ اشتع كده، اشتع، هنييالك يا معلم أنا مش فرع معي على فكرة، بس يفتكر بقى أن أنا اللي خلصت لك الحوار ده شكراًوا